تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى اللي بيتابعوني في تويتر وفيسبوك وإنستغرام أكيد شافوني نشرت الجمعة الماضية بقال اسمه حانة أوان دور السوبر الخليجي وكثير بالتعليقات كانت تحتي لو تعملنا يا فيديو لو سمحت وأنا طبعا تحت أمركم وقررت أعمل فيديو مستغل فترة التوقف الدولي دور السوبر الأوروبي وصل تقريبا طريق مغلق الاتحاد الأوروبي لكرت القدم مدعوم بحكومات مدعوم بممكن روابط أندية اتفقوا إنه كرت القدم إذا حصرت في بطولة وحدة وتصير مهمة في بطولة وحدة حتكون خطيرة جدا على مستقبل كرت القدم على المدى البعيد فبالتالي حاربوها وبكل الأساليب وأغلقوا الطرق عليه وما بلج إلا ثلاث أشخاص مؤمنين في هذا الدوري اللي هم بيريز ولابورتا وآنيلي لابورتا أنا بحسه مش مؤمن بس نعشي بالجسة عشان مشاكله المادية بس ابعدونا عن أوروبا وتعالوا جربوا علينا وتعالوا عن منطقة الخليج العربي ممكن يكون دور السوبر الأوروبي هون تأثيره مختلف وبصير اسمه طبعا دور السوبر الخليجي مش دور السوبر الأوروبي فبصير تأثيره مختلف بصير مفيد بصير محفز بصير قادر يخلق لك مستوى آخر من كرت القدم يرفعه ما بيحتكره بيرفعه فلما أجي أشوف أنه لاعب زي خيمس رودريغز وآلدرفيلد وإنزونزي عم بيجي يلعبوا بالدوري القطري عم بفهم على طول أنه هاي الصفقات هدفها دوري أبطال آسيا لأنه الفوز بالدوري القطري ما بيحتاج هذه الأسماء كدوري محلي كثير في فرق عادية أو ضعيفة والناديين الثلاثة بيتنافسوا فبالتالي ما بتروح لهذا المستوى من الصفقات إلا إذا هدفك شيء أكبر اللي هو طبعا زي ما بنعرف إحنا دوري أبطال آسيا في حين في السعودية موضوع النجوم هذا انتهى صار كل الأندي تقريبا عندها لعبين سابقين بأندي كبيري عندهم تجارب كبيرة ومدربين راح لليفل آخر بكفي قبل ما النصري عين مدربه كنا نسمع جايارد وفالفيردي عم بتفاوض محهم فبالتالي المستوى تماما مختلف في السعودية من حيث اللاعبين بالأندي الكبرى وحتى الأندي المتوسطة بتصيد لعيبة لما تشوف مسيرتها تلقاه لعيبة محترمة بأندي محترمة بهولندا بولندا روسيا بأندي الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بيجيبوا إشي زي إيفر بانيقا وبركيامي جوميز ولعبين من هذا الليبل أليكس تكسيرا وكل هالأسماء الكبيرة في حين لو روح على الإمارات في دوري نشط في فلوس بتندفع كويس في الدوري في رواتب ممتازة وفي لعبين جيدين بيجوا من فترة لفترة وفوق كل ذلك أيضا في فكرة الشركات يعني هم يدخلوا في فكرة الشركات قبل الأندي الأخرى فعندهم إدارة ممكن يقدموه للأندي الخليجي الأخرى بس الحقيقة هي إنه كافة الدوريات الخليجية باستثناء الدور السعودي ما فيه تقريبا ذلك الزخم الجماهيري في الملاعب له مباراة مبارتين ثلاثة اللي بيعملوا الزخم في الملعب أربع خمس مباريات اللي بيعملوا الزخم بالسوشال ميديا الدور السعودي حالي خاصة هذا الزخم المفقود بيخلي الاستثمارات كأنها بس متوجهة بشأن بطولة واحدة اللي هي دورة أبطال آسيا واللي هي مش مضمونة وعلى جانب آخر زمان كانت بطولة الخليج تعتبر زي كأس العالم بالنسبة لشعوب الخليجية لكن نتيجة معاملة البعض إلها أعلى إنها ودية تقطعاتها الكثيرة تقلباتها الكثيرة وأيضا ضعف في الاهتمام الشباب والجيل الجديد بالكرة الدولية أساسا خلى هذه البطولة تصير متراجعة كثير أقل حماسا أقل تأثيرا من العصر السابق فاختفت حتى البطولة اللي كانت عم بتكون بطولة كروية خليجية اسمها كأس الخليج بس إحنا كنا بنعرف إنه دول الخليج العربي الله يديمها عليهم من رزق ومن خير دول فيها اقتصاد قوي فيها سيولة موجودة فيها شركات كبيرة وشركات تعتبر راعية مهمة للأنديل كبرى في كرة القدم مش بس في منطقتنا بل بالعالم كله حتى كله بوريك إنه في بنية اقتصادية يمكن بناء عليها بطولة جاذبة ناجحة ومع مساعي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الخليجي وما دون ذلك من أسماء أنت بتحتاج الجانب الثقافي يدخل اللي هو جانب كرة القدم هذا الدوري لو انعمل حيضمن لك ببساطة احتيكك مستمر للعيبتك المحليين اللي بالدوريات اللي أقل يعني إثارة أو أقل تنافسية مثلا يعني البطولات كلها معادي دور السعودي هدولة لأندي حتستفيد حصلت لتلعب دائما كل مباراة في مباراة في نجوم كبار عن بواجهوهم في لعيب كبار عن بواجهوهم أيضا المباريات العادية اللي في الدوري المحلي هذي اللي بتخلي المشجع تاعد نادي يبعد حيبطل يبعد لأنه الأسبوع اللي بعده بيكون نادي عم بلعب مباراة كبيرة فبيظله متواصل معه مع أخباره مع الاهتمام فيه وأعتقد هيك بطولة حتيجي الشركات تاعت السكاوتينج والمواهب وحتى تحمل إحصائيات للعبين الخليجيين أكثر وأكثر ممكن هذا يساعدهم على فرص مفاجئة في أوروبا هم ما كانوا يتوقعوها وهذا أكيد طبعا حيساعد بسق الموهب تولاد الدولة الخليجية وحيساعد أن يخلي وقت اللعب أطول لأن الدولة الخليجية أو دولة عربية كلها للعلم إحصائيا مرة ثلاثة الإحصائية كلها بتعاني أن وقت اللعب فيها قليل جدا وممكن يقل عن 45 دقيقة من أصل التسعين وممكن هذا الدوري دوري السوبر الخليجي يحل مشكلة بتعاني منها كل دول الخليج اللي هو فيها كثير مقتربين هذه الدول وبعضها ممكن المقتربين يشكله 80-90% من سكانها بس هدول المقتربين ما مهتموش بولا لدي محلي مش داخلين بهذا الاندماج الثقافي المهم جدا للمجتمع بس لما يصير في بطولة فيها نجوم كبار كل أسبوع فيها لعيبة عالمين أشوف خيمس رودريغز قاعد يلعب لي ضد أليكس تكسيرا بأشوف بنيجا عم بيواجه إنزونزي شو هذا دوري إسباني فبتبلش تشوف مباريات يعني قوية بصير أنا كمغترب بمستعدة أروع الملعب أشوف المباراة أحضرها فممكن أشجع هذا الفريق ممكن أتحول لجزء من ثقافة هذا المجتمع الرياضي وهذا كثير مهم اقتصاديا كثير مهم اجتماعيا وكثير مهم حتى على مستوى الأجواء العامة في الدولة طبعا هذه الفكرة هي مجرد فكرة هيك بنحكيها دوري السوبر الخليجي أعتقد مش أجي تعبالي الحالي أكيد أجي تعبال آلاف الناس لما شافوا دوري السوبر الأوروبي يجلك دوري السوبر الخليجي شكله أقرب من دوري السوبر الأوروبي منطقيا الثقافة واحدة اللغة واحدة الحدود مفتوحة اقريب الدول من بعض حتى تستفيد كل هذه الدول سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وتسويقيا حتى تستفيدوا حتى تتنشط الحركة ما بين هذه الدول أكثر وأكثر وهم دول مع بعض زي ما بنعرف في مجلس تعاون الخليجي فهي مجرد فكرة بدها تفاصيل كثير بدك تشوف سلبيات إيجابيات أكيد أنا بس مجرد فوشخص بحكيها وأتمنى أشوفها على أرض الواقع خلال سنوات نصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك وفتر انستغرام شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتركونا لايك والسلام عليكم ورحمة الله